هذا الوثيقة سنة باش نبستوه بشكل اكتر عبد الحفيد بمعنى انه هذا الوثيقة واش يعني شكو اللي غادي جيب هالدار مني غادي جي دق العون مثلا وهالشخص اللي غادي جيب هالدار الوثيقة واش شخص واحد في الدار اللي غس يكون مضطر انه يخرج لانه ودي اسئلة كنت رحوها وكنت وصلوا بها نعم سنة الامر كيتعلق بوثيقة واحدة على عكس الوثائق المزورة التي تم تداولها امس في وسائل التواصل الاجتماعي فالوثيقة اللي غادي جيبها المقدم ولا الشيخ اعوان السلطة احتل المنازل بكل دار يعني العدد البالغين اللي كنين في الدار واللي خاصهم ضروري انهم يخرجوا خارج المنزل هذه الوثيقة بطبيعة الحال فيها واحدة الخمسة دي الخانات ضروري انه المواطن يعني يأشر على دي الخانة اللي يحتاج مثلا العمل وهنا خصو يحدد مكان دي العمل ويكون كذلك عنده وثيقة من الرئيس ديالو في العمل كتبت الحاجة ديالو لهذا العمل كذلك تنقل من اجل تبضع تنقل من اجل العلاج الناس اللي مراد تنقل من اجل اقتناع الادوية وكذلك من اجل المصلحة مليحة مثلا كانت منادات على شي شخص زيارة عائلية مستعجلة الى غير ذلك هناك تدخل في اطار الحاجة المليحة وهذا الوثيقة كتضمن توقيع ديال الشخص المعني اللي هي بمثابة تصريح بشرف وكذلك توقيع العون المراقب فاننا نبقى في ديورنا يعني غيجب والي نحتل ضرر الوثيقة واللي هي وثيقة كنحتفظ بيها يعني كل ما بغينا نخرجه كنحتفظ بيها لنفس الوثيقة يمشي كل خروج عنده وثيقة خاصة هي وثيقة واحدة تستعمل لعدة مرات داخل هذه المدة ديال حالة طوارئ مثلا الأشخاص اللي مثلا أنا كنسكول في مدينة معينة عندي مثلا للآباء أو للوليدين أو شخص مقرب جدا اشتركوا في القناة